طيب السلام عليكم شباب كيف حالكم ان شاء الله بيقول لكم بخير المهم هو الفيديو بتاع المحاولة فهم مقصود الكمبوزيتينج او يعني ما نطرق لي دي طايس يعني هذا عول من الفيديوهات الاولين بس نريد ان نعطي فكرة على حكاية ليش الكمبوزيتينج مهم ويساعدك في قليل من الوقت بتاع الرندرينج بتاعك وتسهيل المعاملة بعد الرندر يعني البوست بروداكشن يعني نشوف الحكاية انا ساستعمل البلندر لانه سهل بالنصر الحكاية يعني تمشي مع كل الصفتوار اللي عندك مثلا فيوجين مثلا نيوك ويافتر افكت نفس الحكاية نفس الشي بلندر سهل وراح يستطيع ان ينزله ويستعمل اذا كان ما فهم هناك حكاية كوبانيكوس في هوديني عشرين خمسة بس الحد الان هو جديد وفيه كثير من الكراشهات المهم لانه جديد نريد ان نستعمل الان فان خلينا مع المعاملة المعاملة لبلندر هو سهل جدا يعني نفس الشي نستعمله في بلندر وكما قلت هو برنامج مجاني بستطيع ان تنسله و وسهل المعاملة وكذلك سهل التعلم المهم الفيديو هذا من الرندر من البلندر كما ترون هنا الان الان والسين اه الصين هي هاري سهلة جدا الحكاية انا اتيت ببعض من السيسم وهنا انا اشوف من الحيوانات هاري بالاف بيكس ثم نستعمل الديفوم الان هذا هو الوبجيكت وهنا الانيميشن الانيميشن سهلة هي نفس الشي تستعمله من هذا الجهه هذي اللي موجوده هون يعني لو عملت الآن النول من الجهه هذي هو نفس الانيميشن اللي طرحها هنا يعني انا ما حدث الانيميشن انا عملتها بس لو تعتيب الانيميشن مباشرة يعني هذي مباشرة سيعطيك من هذا المدخل هذا المخرجه الاسم هذا الانيميشن يعني صار معكم يعني تعتيب الـ fpx import يعني اتنين عندما تعمل FBX طرح انا عندي animation import وcharacter import. ستعمل واحدة منهم يعني الانيميشن الانيميشن بيعطيك مخرج واحد اما ال FBX import character بيعطيك ثلاثة منها واحدة اللي هي عبارة عن هذه هي الانيميشن نعم يعني اتيت بالانيميشن موجودة هنا والحكاية بتاع الموشن كليب هذي والموشن بلايند هذي هي عبارة عن لان اريد ان اعمل اتنين من استعمل كينافيكس اللي ما عنده حتى الاخمال FBX سنرى يعني كينافيكس ويستعمل ضمط الموشن كليب هذي هي عبارة عن تغيير الانيميشن الى موشن كليب حتى يستطيع استعمله كينافيكس يعني بعبارة اخرى يعني نعم بعبارة اخرى يعني اعادة البرمجة الى الى كينافيكس من الافيكس المهم عندما تأتي بأي فتغييره الى الموشن افيكس او استعماله بالموشن افيكس او الكينافيكس بالاحرى لازم تغييره الى موشن كليب هذي النوضة اللي تغييره الى موشن الان لو غيرت الموشن افيكس يعطيك كل اللايفيكس زي ما تعمل يعني التريل في الهوديني او في عبارة الانيون افيكس يعني كل كل اللي ترى انت هو كل يجمع كل الكيز يعني البوز بتاع ما يهمنا انا تستعمل الموشن كليب لي تغييره الى وليس ما ينعمل له اي شي يعطي له الا الاطريبة كليب انفو اذا كنت تريد يعني لو عادفت الكليب انفو ما يمشي معك المهم بتغيير اي شي هنا بعدين نشوف كيف تغيير الفريم رهيج حتى تعمل اللوبينج بس هل ما يعنيني اه كليب موشن ثم استعملت كليب رهيج لانه وريد يعني يبدأ في في البلايباك هذا ما يبدأ في الفريم واحد انا كنت تريد يبدأ البلايباك فريم ستارت في 34 وشي شي تستعمل هنا اه لا خلينا من هنا طيب بلايباك ستارت يعني حكاة تايم شيفت هذي النوضة هذي اه وليطارها من جاه هذي هي نفس هي هي حكاة يعني اه يعني يعني ماشين اخرى وانا اريد نقوم بلند ما بينهم استعملت الموشن كليب لتغيير الفريم كليب كما فعلت هنا ثم بالموشن كليب بلند استطيع اعمل بلند ما بين الاثنين هذو البلند اذا كنت تستعمل الموشن كليب هذا كان افكس الان عندي الموشن كليب افريت الان استطيع ان وغير طرع ان هو كان مع الانيميشن الاولى ثم على الموشن بلند كما قلت ستارت فريم ثلاثين يعني بعد ثلاثين يدخل في ال في ال الانيميشن هنا اللي جاي من جاه هذي هذي كان اثنين من الانيميشن يعمل بلند ما بين هما طرع في ال بلند ستارت فريم ثلاثين الى ثم ثلاثين سيتغير يتحول من الانيميشن هذي على الشمال لل الانيميشن اللي موجودة هنا ثم بعد تستعمله في ال بلند فرم وطرع ان ياخد الحكاية هذه ويستعمل الكوراكتر اللي انت اتيت به من هالجه ثم بعد ترونسفوم وطايم سكال هذا تغيير حتى يمشي يعني كما تعلمون ثم بعد يعني خلاص الحكاية الان الكور كنت تريد اشوف كيف استعمل المنطقة اللي حيت تحول الى الى رمال وماء ووساخ يعني حشا يعني المكان اللي شفته في الفيديو يعني المكان هذا اعمل كورف حتى استطيع ان اريد ان اعمل ثم بعدين ثم كل الاشياء اللي انا محتاج ثم هنا استعملت اثنين من السورس واحد فيها اه اسم ميت هنا هنا واحد واتر والاخر مات ثم عملت ما بينهما ثم الواتر بس هذي الجهة هذي ما استعملت يعني هذفتها استعملت الا هذي الجهة هذي اللي هي هذي 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 كبير جدا ترى عندي الان اكتر من هنا هذي 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 طبعدين نودة كله هذي هتحتاجها كل ترى هنا هو النفس الشي اللي عملنا من قبل يعني واحد من ثم عندي كريب اخر تانية كما قلت لكم من جهة هذي عندي كريب اخر لعند وحدة فقط ها ها نعم ترى عندي اخر هذا ثم وبعدين من الجهة هذي عندي هذي هذي اللي عبارة عن بتاع بعدين جمعتهم كلهم هنا الان اللي ترى انت هو عبارة عن ال 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 موجودة هنا في ال هي بالاحرة لكل السين بس استطيع ان استعمل الجميل ان كستطيع في ال تحدد بنفسك ال اللي انت بتحتاج ها يعني بدون أن تعمر كل الشهن إذا كنت تريد إلا ريزوليشن قوية أو كبيرة لأحد من الكولايدر أو أحد من السورس فلستطيع أن تغير إلا الجهة المعنية بالأمر يعني كما ترى هنا فوكسس هي 0.05 ولو أن الكنتيني هي 0.003 لا أحتاج إلى ريزوليشن كبيرة جدا زي ما يريد أن يعطيها لكل السينة الموجودة هنا طيب طيب الآن التايم شيفت كذلك يعني يتقل شوية بتاع الانيماشن شيء المنتبه هنا هو أن الكولورويل تستطيع أن تعمل انيماتي ديفوماشن وليس انيماتي ريجيد استعملتنا الانيماتي انيماتي ريجيد ده ما كان يعني الوبجيكت بنفسه يتحرك يعني زي كما طرح الأرجل والأيدي تتحرك يعني لو كانت يعني لو كانت متلا السفير بتنزل أو يعني ما فيه الديفوماشن بالموديل بنفسه فلا تحتاج إلى انيماتي الديفوماشن تستطيع تستعمل انيماتي ريجيد هذا المهم جدا ويسرع شوية المهم المهم الانيماتي ام كوي خلينا نرجع للوراء لان لو أريد أن يحسب ام يمكن بدأت في نعم الآن لو لو حذفت هذا المرجع سيقول ليش حال فيه من من البارتيكل بهذا الريزوليوشن اللي عندي أنا عندي خمس ملايين من البوينت وكما ترى هنا هستطيع ان ترى بالفيزوليوشن بالشوك كونتينة والشو كولايدر كما ترى الكولايدر الفيدي بي كولايدر في بعض الاحين لازم تشوف وين هي حدث الكولييج تحدث كوليجن مهم جدا ثم طيب أنا عملت له الكيش طبيعة الحال طبيعة الحال كيش يكون اسرع والسفير هذي اللي ترى هنت استطيع ان تحدفها لو عملت اتريبيوت ديلت وعملت كل اشياء اللي ما بحتاجها اللي فيها وكل هذي ثم هناك سبليت للماء والماء بس ما عندي ما عندي كل اشياء كما ترى ما عندي لا أنا مباشرة عملت لها عملت لها شا عملت لها نعم عملت الاليمبيك اكسبوت اللي انا وريد استعمله في البلندر بس قبل كما قلت استعملكم الماء والماء بس استعملت الى الشيء واحد الي lung وهو موجود هنا هناك طريقتين لاستعمل الماشين بس استعمال باستعمل البلندر بس هذا ثقيل جدا اللي انا حب اعمله هو السريع جدا الشيء المهم المهش المهش بس قليلة شوية يستعمل نفس الريزوليوشن بس مضروبة كما ترى هنا في 0.6 حتى تقلل شوية من اللم. ثم بعدين الميليموم راديس يكون صفر دائما. وهنا تغير في البوينت راديس شوية يعني. ثم بعدين تعمل الفيديو في سموت SDF ومش في دي بي سموت. ثم تعمل الميش. الآن قبل ما نشوف هذه الحكاة الميش تكون بهذا الشكل. الآن لو. الميش بهذا الشكل اللي. إذا كنت تريد تعمل في رد شيفت ارنولد. أو حتى بلندر سايكل او ايوي. فما يحبون الميش اللي عندها الدبل كما ترى الآن كثنين من. لازم نصيف طريقة لي حذف كل هذا الشيء تخليه إلا طريق إلا طريق إلا إلا المكان إلا. يعني لطبقة العليا هذي ما نحتاج إلى ثاني. شيء يستطيع أن تستعملها تأخذ البوندينك بوس بتاع بتاع الكنتينة هذا من نفسه. بوندينك بوس تعمل له شوية من البادينك يعني تغيروا شوية الحلقة الأمر هو معمول هكذا كما ترى بس أنا قسلو. نقسلو. نقسلو في مكان اللي أريد أعملو. آآ 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 يعني لعود تعمل في الجهة الاخرى في الجهة الثاليتي هي يعني عمل ماسكينج للكونفرد في دي بي فيعمل شيء زي هكذا آآ المكان اللي يلتقي فيه اللي نشوف اللي يلتقي فيه حي حيحذف كل شيء آآ أنا بحتاج هذا الشيء ليش لأنه أنا أريد أنه من الطبيقتين الآن هناك يعني فراغ وهذا الفراغ من الطبيقتين ساستعمل هذا ليحذف المنطقة الصغيرة هذي كيف يحدث هذا يحدث هذا باستعمال شمعني الوليوم سيمبل يعني أنا أريد أن أستعمل اللي آتي من من جهة هذي من الاتنين هذي من هذي يعني كل هذي الحكاية بالفريوم سيمبل أنه كل كيوب هذي اللي انت ترى خلينا شوفها موش الكيوب اللي انت ترى الآن هذا كما ترى والحكاية بتاع اله سيحسب كل النقاط اللي قريبة من البرا أو خارج برا خارج الكيوب هذي سيعمل سيمبل لكل النقاط ويحاول يقول لك أين النقاط موجودة برا قريبة من الحافة أو بالداخل أو بالخارج وهذا حي ساعدنا بنعرف أين موجودين النقاط للأسفل هذيما أو حتى الأعلى حتى نميز ما بينهما فالحكاية أنك بتستعمل سيمبل بحتاج إلى البوزيشن ثم أقول له إذا كانت أصغر من أو أكبر من هذا فترى الآن بيغير لي ما بين ما بين بيعرف وين موجود المنطقة الأعليا منطقة السفلة فهمت كيف نرجع إلى المكان ثم الآن أستعمله في السي دي صدق نحتفه مباشرة بس خلينا الآن عندي آآ كولور اللي اللي يعني اللي اللي التمييز ما بينهما والآن استصلاحنا بستعمل في البلاست استعمل المعلومة هذي بتاع الكولور بقول له كل الكولور اللي الاكس أو واي وزي وشي من قبل في المثل دائما تستعمل الاكس أو زي يعني الارجي بيها يعني إذا استعملت سي دي دوت اكس سي دوت واي سي دوت زي يعني ارجي بيها يعني يا أحماري الأزرقي الأخضر واحد منهما أكبر من صفر فاصل واحد يعني طرى أن الكولور ما بين صفر وواحد فأي معلومة تكون أقل من صفر أو أكبر من صفر يعني هي تجاه الأبيض يعني وأقل من صفر هي أسود يعني فإذا قلنا أكبر من صفر فاصل واحد يعني كما ترى هنا أنا أنا شوف نابليو أن يعني تكون أكبر من الصفر يعني الصفر والأسود كيف فإذا كانت أكبر من الصفر فاصل واحد يعني أكبر من الصفر أن الصفر هي المعلومة للكولور اللون الأسود فبهذا التالي يعني أستطيع أن أنزع كل الأشياء اللي عندها كولور أسود فإذا ضرط على الأسود طرى الآن ما عندي ما عندي المنطقة للجهة السام تحت هناك طرق كثيرة لكل حال بس هذا أسهل يعني الآن أستعمل البيك للبيك يعني بارعا نقص له شيء من الريزوليسون حتى يعطيني بعض الحاصل حتى في السبلايشين ثم ما تنسى بعدين أن عندما تعمل أو شيء من قابل يذهب كل المعلومات اللي موجودة هنا مثلا أنا بحتاج الفيلو سيتي خاصة لأنه أريد أن أستعمل موشن بلور فارجع الضربية التالي كما ترى هنا أرجع للألثربية لأنه حذفته لو دقت على المدل موستر أني ما عندي الفي وكان جاي من الفي عنده في هنا بس هنا ما عنده طيب الألثربية التالي سيتيح للفيلو سيتيح من الجهة هذه إلى الجهة هذه ثم بعدين عمل له روب ألمبيك الآن لو يعني خرجت به لما أياه أو شيء من قبيل حقا تغير الحكاية لأنه لا يستعرف بالفي لازم تغير الفي إلى فيلوسيتي أو شيء من قبيل هنا ستتحدث عليه مكان آخر هذه الطريقة الأخيرة ثم أريد أن أريد أن ننبهكم في شيء يعني اللي نحن نستعمله الآن يعني أنا أرندر بالكارما يعني لو ذهبت إلى أستعمل الليئر يعني نفس الشيء موجود هنا موجود في اللاب لو ذهبت إلى المهbserting وطالو الآخي المنودي أو عبر warned layer يعني طالى أني عندي ديفيوز وعندي الفوليوم وعندي سوب سوفيس وعندي الالبيدو كل اشياء المهم جدا في بعض الاحيان الهوديني بيعطيهم لك في في طريقة واحدة كومبينت او غير كومبينت الان احنا في سنعيد الحكاية هذه في لا نحتاج ان نخرجها من هنا لان اعمل الرندر في في بلندر بس الحكاية انا طرح اخد بالك من اخد بالديركت اه ثم بعدين حكاية بتاع الشادو هذو كلهم يعني لبقى احيان تحتاج لكل هاد اللايرز آم غالبا احيان تريد الديركت ان ديركت او الكومبين هاذا الاتنين هادوما الاتنين هادوما الكومبين انا بلا احتاج كومبين وريدهم ديركت يفيوز ان ديركت ثم بعدين اذا كنت تحتاج الاشياء تبيع تاخد واحد منهما نفس الشي في في عندك الـ عندك الـ الحكاية بتاعة هي عبارة عن عن عندما تسمع كلمة يعني متواصل الرئيس ليسقط على الوبجيكت بنفسه او اول تحكي يعني في الرئيس مع الوبجيكت يسمى الالديريكت وكل ما هو انديريكت وعبرا عن بونس لايت يعني عندما يسقط على الوبجيكت فالوبجيكت بيعمل شيء عبارة عن الرفلكش يعني يعني يعمل الرفلكش للرئيس اللي سقط عليها بيرجع يعني اسمه بالبونس وهو عبارة عن انديريكت ما تستعي تميز ما بينهما خاصة في القلوسي هي شيء ما تقابل تريد ان تحكم في هذه المعلومات هذه بدون اعادة الرندر طبيعة الحال هذا ما اللاير هذا ما عندما تستعمل كارما او تجدهم اسمه يتغير الاسم يعني من برنامجين على برنامج بش الحكاية انك تعرف تميز ما بين الديريكت انديريكت وهذا اللي معلوم كدلك موجود شيء اسمه سبريت با البي اي تاك البي اي يعني الان سبريتينج من من اذا كانت عندك اكثر من اللايت واحدة في السين فستطيع ان تعمل سبريت لكل هذه اعتبار اللايت اللي موجودة في السين يعني لكل اللايت عندها الري تاها عند البونس تاها عندها كل شيء فهذا تستطيع ان تميز ما بينهما وهذا ما يتحك يعني ما تضغط على سبريت البي اي تستطيع ان تتحكم ما بينهما اه 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 بياخد الان اعتبار من اين جاي يعني من اين لايت يجاي واذا كانت فيه لايت كثيرة فيكون فيها اكثر من بس لا تحتاج لهذا في كثير من احيان لا تحتاج لهذا الامور كثيرة الا ان الكمبوزيتور يقول لك ايش اللي هو اللي يحتاجه في بعض الصين الثقيلة جدا لا يريدون ان يرجعوا للرندرين فهذا ياخذ اكثر من 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 لاير حتى يستطيع ان يغير بدون ان يعود للرندرين حتى بعض مثل الكاميرا سبيس يعني اذا كنت لدي تعمل في البوست وشي ما قبيل كذلك تكسيرك او المعروف كثيرا هو النومل لي عادة تغيير اللايت فلا تحتاج الى اللايت النومل باس حتى تستطيع ان تغير شي اسمه تغير في اللايتينج وكذلك في الدي نويزر يحتاج الاشي اسمه وهو البيدو هو النومل باس هنا في الكارما بيسموه اثنين هناك كان جيوميتريك نومل وسموت نومل صدر تخدم الاثنين وتغير ما بينهما ثم فايسينج رايشو كذلك هو عبارة عن الفرينة اللي موجود في بعض التكستور فيعني لا تحتاجه نائما بس اذا كانت سين فيها كثير من الفليكشن خاصة عندما تستعمل المياه والسوائل وشي ما تقبل فتريد ان يعني تتحكم شوية من بس هذا ما يعني لتغيير بعض الاشياء اللي مش موجودة على التكستور يعني بتحتاجها لدمج بعض الاشياء اللي يستعمل بعض الحركات اللي اللي شو اسمه للتكستور بنفسها حتى تستطيع نتغير بدون كما قلت نترجع للرندلينج بس يعني هذي كما يقوله يعني كثير يعني كثير يعني نرى تستاجها المهم استطاع نتفرق ما بين في غيران القواهرب منilon河合ورد zoom كما تقول 마فاورب كما he was going to do شجاءений ذلك موجودة بالشرقها نترجع للشرقهاUR على الفليار الاس دوان نترجع للريد الاحياء الس compar apps هو مهم جدا لسأخيرся على كل حال لردور يا نترجع كان الوصول مهم جدا لان الوراندر كان تقيد جدا باستعمال الوصول الوصول بس الان لا مش حكاية صدحة استعماله مباشرة حتى في الوصول الوصول مباشرة بدون اخذ وقت كثير نعم الامبيرتو كلوجين كذلك تستعمل شيء مثل الوصول تجد بعض الكريز الجيومتري مش مهم بس يعني في بعض الاحيان بحتاجه الاميشن كذلك عندها ديركتو انديركت هذا الاميشن نشوفه يعني في البلندر كما ترى الوصول الموجودين هنا موجودين في كل البرامج يعني باسمه متغيره في بعض الاحيان بس غالب الاحيان ما تستطيع يعني تفرغ ما بينهما وتجد نفسك بسهوله هذا الام شاش اسمه ام البارت ون يعني خطة الاولى من بتاعنا هنا نرجع الى الوبجيكت السين هذي كما قلت لا اعمل اعمل اكسبوت الا الاوليبيك لانا بحتاج الاوليبيك وغيرا الاوليبيك ما غيرت اي شي نعم ما غيرت اي شي فريم اعطيه الاسم بلا بلا نشوف ان شاء الله في الفيديو ثاني البلندر وغيرا 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 اشتركوا في القناة